اللي يحب شلون يعرف انه هو يحب هالشخص يمكن يحب غيره بس امتيه شوفي عيني يا الرومانسية الحب مو سحر ولا فت شي يصير بيك وانت ما تدري اني وقعت بحبه بدون ما ادري وقعت بحبه بدون ما ادري اني مدرس صار بيه وحبيته شوفي عيني يا الرومانسية اي شخص يعاملني زين يستاهل مني الحب يعني لنفرض اني خطبت انسانه وشفت انسانه خلوقه وتحترمني ومن اطلب منها طلب ما ترفضه الي وتقدرني ومخليتلي قيمة بحياتها وتسويلي دائما اشياء تسعدني بيها اكيد راح احبها وهذا الحب اللي حبيتها بيه هو حب حقيقي يعني طالع من نتيجة انا مستحيل احب انسان ما مقدملي شي انا مستحيل احب انسان ما يحبني فمستحيل بعديا راح اكتشف انه اني احب انسانه غيرها حاتشوا اياها بالنت المعفن مثل ما انتي تتصورين انتو بتعرفوا شنو الحب متأثرين بالمسلسلات انتو ناس تعتقدوني بشي اسمه حب من طرف واحد حب من طرف واحد تعتقدوني بقاعدة الحب من طرف واحد اللي تقول انا حبيت شخص ما يحبني شون احب شخص ما يحبني شون شحبيت بيه حبيت عدم حبه لعدم اهتمامه حبيت واحد شفته بالكلية بس هو ما معبرني هيدي هيدي رحمل الحسين الشهيد هيدي الحب ما يصنل لدى اكو تعامل حقيقي بين الطرفين تبادل بالمشاعر يعني اذا انخطبتي الانسان ما نقصره ياشو محترم ويسويليش مفاجآت ويحاول دائما يفرحك ويحب يشوف ضحكتك وفجأة تتذكرين ابو كيان الوصخ ابو خنينة اللي تعرفت عليه على الانستة وتقولي لا انا ما احب هذا هنا راح تصيرين انسانة عبارة عن حاوية مطحالب فافتهمي الشخص الزينوياتي تحبيه غصبا ما عليك الا اذا انت انسانة ما عنديك احساس وتقولين ما احب الانسان الزينوياتي فاذا انت بعدك صغيرة اهتم بمستقبلك حاليا واستغلي امك وابوك ما طول بعدهم ليه السعايشين وديصرفون عليك وكتلي نفسك عالدراسة وعالمستقبل ومنت تخرجين حبيلك انسان حقيقي لا تنخدعين بصديقاتك التعبانات اللي يسوان علاقة عن نت ترى هذاني بالاخير يتزوجا واحد يطيح حظهن ويعيشا للكنيس وللغسيل وللذلة تشطيف حفاظات اع بينما اتي عدة شهادة خريجة متعينة فلوسك بجيبك ديم يا الربع وبزودش تتزوجين انساني يستاهلك اتي تقعدين تشرطين اديك راتب اه ما اريد هذا يا الله ايش تقلبين بيهم ايش تقلبين بيهم وتحبي حب حقيقي قدام اهلك وعشيرتك وهم بالحلال فتشيل حلال افتهمت انساش ان الحبل ولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة